موسيقى حياكم الله مشاهدين التغطية مستمرة من على شاشة الإخبارية السورية لآخر التطورات والأحداث فيما يتعلق بالمحادثات السورية السورية في المدينة السويسرية جينيف أمس كان اليوم الأول من الجولة السابعة للمحادثات في جينيف عقد الاجتماع الأول بين وفد الجمهورية العربية السورية برئاسة دكتور بشار الجحفري والسيد استيفان ديمستورا المبعوث الأممي إلى سوريا وكان هناك عدة لقاءات أجراها المبعوث الأممي كان هناك لقاء مع رؤساء منصات المعارضة وكان هناك لقاء مع سفراء دول أعضاء في مجلس الأمن التقى بهم في جينيف في مبنى الأمم المتحدة وكان هناك مؤتمر صحف الاستيفان ديمستورا اللافت في هذه الجولة هي الأجواء الإيجابية والتفاؤل من بعض الدول إذن نحن مستمرون معكم لتغطية أحداث ما يجري في هذه المحادثات السورية السورية وفي هذه التغطية نرحب بالأستاذ خالد العبود عضو مجلس الشعب حياك الله أستاذ خالد أهلا وسهلا أخي قبل أن نبدأ حوارنا أستاذ خالد دعنا ننتقل إلى جينيف ومفادة الإخبارية السورية سناء محمود لتطلعنا على آخر التطورات وما يجري في مبنى الأمم المتحدة حين أن تجهز زميلة سناء سنكون معها على الهواء مباشرة أستاذ خالد اللافت للنظر في هذه الجولة السابعة هو التفاؤل يعني ما سمعناه من سيد لافروف أمس ما سمعناه من سيد ستيفان ديمستورا ما نسمعه من تصريحات لبعض السياسيين هو أجواء إيجابية وتفاؤل في هذه الجولة ما الذي يدعونا للتفاؤل؟ بداية تسمح ليتوجه لك بالتحية لفريق العمل وللسادة المشاهدين جميعا سؤالك أعتقد بأنه هام لكن عندما نتحدث عن التفاؤل يظن البعض أو يتطلع البعض باتجاه ربما جينيف يظن أن التفاؤل أو أن العلول مكرسة موجودة في وعاء في خزانة في إطبارة موجودة في جينيف أنا لا أعتقد أن المسألة كذلك التفاؤل في تقديري يأتي من زاوية أخرى مختلفة تماما عندما تحدث عن التفاؤل هذا صحيح خاصة لجهة أنه يجب أن نضع هذا التفاؤل في سياقاته الطبيعية الدولة السورية لم تنكسر الدولة السورية لم تسقط لا مؤسساتها موجودة وحاضرة تخوض معركتها بكل شرف ليس بينها وبين السوريين إذا كان التفاؤل يأتي من جينيف فمعنى ذلك أن هناك حلا سياسيا قد قارب بشكل أو بآخر فيما بين السوريين سؤالي الكبير في ظل هذا التفاؤل مفترض إذن لماذا تأخر التركي من التوقيع على وثيقة في الأستانة تتعلق بفضل اشتباك الإقليمي؟ إذن في تقديري أنا كي نفهم هذه المعادلة جيدا البعض يذهب باتجاه أن الصراع ويكرس أن الصراع كان موجودا وحاضرا وقائما فيما بين السوريين إذا كنا نتحدث عن صراع فيما بين السوريين فيجب أن نتحدث إذن عن حل سياسي فيما بين السوريين بعض القوى أطراف العدوان إحدى أهم العناوين الافتراضية التي دفعتها باتجاه المشهد السوري أنها قدمت الحاصل في سوريا على أنه صراع فيما بين السوريين وأنا شخصيا لا أراه كذلك وأعتقد بأن كثيرين يحاكون الواقع ولا يرونه كذلك إذن يجب أن ننظر إلى التفاؤل من زاويتي أن مشروع العدوان قد سقط وأن تفتيت الدولة قد سقط وأن هناك من يزحف على بطنه من أجل الآن أن يذهب معك إلى جامع مشترك إقليمي لضمان أمن واستقرار الإقليم الذي يؤمن مصالحه أو الحد الأدنى لمصالحه على مستوى الإقليم أنا في تقديري ديمستورا متفائل ليس في جينيف متفائل من لقاء بوتين مع ترامب بشكل أو بآخر متفائل بشكل أو بآخر لجهة أن هناك البعض كشف عن وجهه الحقيقي يريد أمن إسرائيل بشكل أو بآخر لا يريد لخارطة التموضع العسكري الجديدة أن تقوم أو أن تتكرس في الإقليم خاصة عندما تتحدث عن إيران سوريا حزب الله ومن يقف إلى جانبه هؤلاء جميعا إذن التفاعل ليس هو في جينيف وأنا هنا لا أريد النيل من هذه المنصة هذه المنصة تعبر عن اشتباك سياسي حقيقي خاضته الدولة السورية من خلال ثلة من أبنائها هؤلاء الذين أثبتوا كفاءتهم الدبلوماسية بجدارات عالية ما كان يعطل الجولة السادسة والجولة الخامسة والجولة الرابعة يعني ما زال موجود ما زال هناك يعني منصات مختلفة فيما بينها ما زالت هذه المنصات تعبر عن إرادة خارجية ما الذي اختلف حتى نتفائل عظيم أنا في تقديري يجب أن ننتبه أن تأشرت إشارة كريمة إلى أن هذه المنصات التي تعبر عن مشغلين خارجيين يعني هناك آخر يستعملهم على سبيل المثال يقول لك اذهب ويقول لي لا تذهب فتحضر منصة وتغيب منصة يحضر أشخاص من منصة ويغيب أشخاص من منصة إذن وصفك دقيق مئة بالمئة لجهة أن هذه أو أن هؤلاء الأفراد هم يمثلون وهذه المنصات تمثل قوى إقليمية ودولية عظيم ما الذي تغير؟ لم يتغير شيء لكن بدنا ننتبه على أن المشغل الأساسي تراجع عن عنوين رئيسية خذ مثلا لو عدنا إلى السابق قليلا لو وجدنا أن هناك عنوانا هاما وهو أن القوى المشتبكة معك التي تستعمل هذه الأطراف لم تكن تعترف بأن هناك إرهابا على مستوى جغرافيا الوطن السوري خذ على سبيل المثال تركيا لم تكن تعترف أن هناك إرهابا وكانت تستعمل منصة هامة ولم تزل ضاغط هذه المنصة باتجاه الدولة السورية تريد أن تخلق من هذه المنصة من هذا التحالف السوري بين قوسين تريد أن تخلق منه ندا للفريق الوطني الذي يقود دستوريا الدولة السورية لكن ما الذي حصل الآن؟ التركي الآن لا أولوياته اثتلفت أولوياته غارق في وحل الشمال السوري يواجه مجموعات بين قوسين يظنها أنها تهدد خاصرته السياسية التاريخية تهدده تهدد كيانه ترى الآن التركي بشكل أو بآخر يريد أن يقول بأن فعلا هناك إرهاب في الإقليم يصرخ بشكل أو بآخر إذن أولوياته تبدلت وبالتالي تركيزه على هذا المشغل في السياسة خف يعني نحن اليوم نشوف أنه التركي لم يعد كما كان في السابق مثل هذه الجولات يا أخيات بتذكر كان يرافقها طنين وكان يرافقها عفوا تصريحات وحشد إعلامي وسياسي وغطية وإلى آخر اليوم يتراجع ذلك هذا يعني أن القوى الإقليمية المشتبكة معك بدأت تتنازل عن هذه الأدوات شيئا فشيئا لماذا يا أخيات هذا يجب أن نجيب عليه أيضا لماذا تنازلت عن هذه الأدوات شيئا فشيئا لأنني أعتقد منذ اللحظة الأولى عرفناها ومن خلال إخباريتكم الرائعة عرفنا بأن أدوات الميدان تحاكيها أدوات في السياسة لذلك هناك مجموعات إرهابية مسلحة تقاتل الدولة السورية وتواجه الدولة السورية مستعملا من قبل أطراف إقليمية ودولية يوازيها أدوات في السياسة تستعمل في هذه المنصة عندما انهزمت الأدوات في الميدان ليش بدأ يضلماسك يعني عفوا هذه الأدوات في السياسة وقلتها لزملاء لك وأذكرك بها الآن تذكر أن هؤلاء بعد فترة من الزمن لن يذكرهم أحد في الإعلام لمن قريب ولمن بعيد ولن تجد طائرة طائرة تقلهم من مكان إلى آخر طيب اليوم المواطن العادي البسيط يقرأ في المواقع يقرأ في الصحف يسمع بالأخبار بأن هناك تطور وتقدم حصل على سبيل المثال أليكسي دردوفكين مبعوث الأمم المتحدة الخاصة إلى سوريا قال بأن ديمستورا أطلعنا على أفكار قبل أن أسأل هذا السؤال فقط ننوه لمشاهدين بأن وفد الجمهورية العربية السورية قد وصل الآن لحضور الاجتماع الثاني له في اليوم الثاني من الجولة السابعة للمحادثات السورية السورية إذن يصل الآن وفد الجمهورية العربية السورية إلى مبنى الأمم المتحدة في جونيف لحضور الاجتماع الثاني في اليوم الثاني من المحادثات السورية السورية نذكر أنه بالأمس كان أيضا الاجتماع الأول الذي جمع وفد الجمهورية العربية السورية بسيد ستيفان ديمستورا وهذا هو الاجتماع الثاني الذي يُعقد اليوم بعد قليل تنضم إلينا أيضا موفدة الاخبارية السورية سنة محمود لتطلعنا على آخر التطورات في جونيف وأيضا تطلعنا على جدول أعمال اليوم إذا كان بالإمكان أو إذا كان لديها بعض المعلومات عن جدول الاجتماعات اليوم إذن كما تابعنا على شاشة الاخبارية السورية وصل وفد الجمهورية العربية السورية الآن إلى مقر الأمم المتحدة تنضم إلينا مباشرة الزميلة سنة محمود موفدة الاخبارية السورية إلى جونيف حياك الله سنة تحية لك إياد سنة لو تطلعين على آخر المستجدات في اليوم الثاني من الجولة السابعة لمحادثات جونيف إذن كما تبعنا إياد قبل قليل وصل وفد الجمهورية العربية السورية برئاسة الدكتور بشار الجعفري للقاء المبعوث الأممي الخاصة إلى سوريا ستفان ديمستورا هذا هو الاجتماع الثاني إياد في اليوم الثاني لهذه المحادثات السورية السورية التي تعقد في جونيف بجولتها السابعة بالأمس أيضا كان هناك اجتماع لوفد الجمهورية العربية السورية مع ستفان ديمستورا ابتد حوالي الساعة والنصف وهذا الاجتماع الثاني اليوم نسب مصادر أعلامية اليوم أيضا سوف يكون هناك اجتماعات أو مشاورات تقنية بالإضافة إلى الاجتماعات بطبيعة الحالة مع الوفود الأخرى يذكر بأنه يوم أمس كان هناك مؤتمر صحفي لستفان ديمستورا من أبرز ما جاء فيه قال بأنه لا يتوقع خرق من هذه المحادثات نوه جدا بمسار أستنى وما تم التوصل إليه حتى في الجولة الأخيرة قال أنه تم التوصل إلى نقاط هامة وعول كثيرا على التعاون الروسي إلى أمريكي لدفع العملية السياسية نعم سناء ما نسمعه من تصريحات من مسؤولين وسياسيين ما نقرأه عن هذه الجولة هو أجواء إيجابية وتفاؤل في إحراز أي تقدم هل لديك أي مؤشرات وأنت موجودة في مبنى الأمم المتحدة تدل على فعلا هناك تفاؤل هناك أي تقدم قد يحصل في هذه الجولة نعم ياد بالنسبة لهذه النقطة وكنا تحدثنا فيها بالتفصيل ربما في الأمس نذكر سنة قال بالأمس بأنه لا يتوقع أن يكون هناك اختراق جدي من خلال هذه المحادثات تحدث عن عمليات تحضيرية تحدث عن عمليات تمهيدية ربما للمراحل المقبلة قال بأنه هناك إيجابية وتغير ربما في المزاج الدولي ولكن على الأرض قال بأنه ربما لن يكون هناك تقدم كبير من خلال هذه الجولة الجولة الحالية لمحادثات جنابي نسختها السابعة نتحدث عن جملة من المتغيرات سوف تترك تأثيرها بطبيعة الحال كما تحدثنا أبرزها ما تم من تفاهمات بين الروسي والأمريكي في قمة هامبورغ بين بوتين وترامب ولكن دائما بانتظار أن ينفذ الأمريكي الذي لطالما عرقل وأيضا نتحدث عن تطورات أخرى لها علاقة بالمعارضات المنقسمة فيما بينها وصراع الخليجي الذي زاد من قسام هذه المعارضات ما سيصعب من وجود وفد واحد لهذه المعارضات في هذه المحادثات وكما تحدث بالأمس ديمستورا بأنه يجب أن يكون هناك وفد واحد أو هناك محاولات لذلك أو مساعة لذلك من قبل الأمم المتحدة ولكنها لم تنجح حتى الآن بطبيعة الحال مفادة الإخبارية السورية إلى جنيف سناء محمود شكرا لك أستاذ خالد كنت أسأل عن ما قاله وما صرح به أليكسي بردوفكين قال بأنه ديمستورا أطلعنا على خطط وأفكار وكيف ينوي إجراء هذه المحادثات والعمل مع الأطراف وكل ما قاله حظي بتأييد ودعم من ممثلي الأعضاء في مجلس الأمن الدولي ما الذي في جعب ديمستورا من أفكار جديدة؟ عظيم أنت هنا تتحدث أخيئيات في السياسة وأنت هنا تصف مشهدا وحراكا سياسيا نعم بدنا نتبه أننا لا نقول قصيدة شعر يعني نريد ديمستورا يريد أن يكتب قصيدة شعر نقف أنا وأنت ونرصد هذه القصيدة فنقول بأنها جميلة وأنه أضاف عبارات كذا وووى إلى آخره هنا الأمر لا فعل سياسي الفعل السياسي لا يقوم لا ينعزل عن واقع ميداني في ظل الحاصل في سوريا خذ على سبيل المثال أنا رقبت الأخ الدكتور الذي وجه له له وزمله جميعا وهو نازل انتبه الآن قبل أن تتحدث سناء انتبه عليه وهو نازل لا سمح الله لا سمح الله ضع الفرضية التالية لو أن هذه المعارضات بين قوسين المشغلات من قبل أطراف إقليمية ودولية لو أن دمشق في أي أفوان أن حلب بأيديهم وأنهم حولوها إلى عاصمة لكيان سياسي يوازي الدولة الوطنية السورية هيك بدون ينزل الدكتور بشار الجعفري وهيك بدون يستقبلوا بجينيف بتصير انت بتركض وراء هؤلاء كي تبحث عن مخرج لي الجمهور يلي معك أقل ما في الأمر مخافة أن تذهب إلى كثير من الدماء أو إلى مزيد من الدماء بتصير انت بدأك تبحث عن مخرج الآن الطرف الآخر ديمستورة عندما يتحدث عن أن هناك أفكار وووا أنا باعتقادي أن ديمستورة ليس على تواصل بما تفعله الجيوش والاستخبارات وأنا أعتقد أنه يتحدث في منطقة خالية من معلومات أمنية واستخباراتية لماذا؟ لأنه يتحدث فقط هو عبارة عن أفكار في السياسة أفكار في السياسة معزولة عن الميدان ديمستورة من لما حتى قبله من لما استلم مهامه وهو يتحدث عن أفكار يعني الشعارات لا تحمل أي مقومة على الأرض نحن لا نجور على الرجل نحن نتحدث ونصف الآية الآن هو لو على سبيل المثال لو كان ديمستورة على الطلاع حقيقي بما يحصل في الجنوب أنا في تقديري إذا لم تكن له حسابات خاصة مالية وغير مالية وكذا وتاريخية ووا بدير ظهره بيمشي لأنه الموضوع ليس فيما بين السوريين هو الآن لا أدري إن كان يمثل أو لا يمثل أو يشتغل بمياومة في الأمم المتحدة أم لا أنا في تقديري أن الزلمي يملأ فراغ الذي يطلع على حقيقة الحاصل في الميدان في الاستخبارات في المصالح الكبرى لا يتحدث عن حل سياسي فيما بين السوريين في جنيف لكن هذه الأفكار يعني وافقت أو دعمتها أيدتها معظم الدول الأعضاء في مجلس الأمم لا وأكثر من ذلك دعمتها الحكومة السورية السلال الأربع السلال الثلاثة السلال الضيف سلة رابعة طلع سلة ثانية وقعت على قضايا هذا لماذا وصفته لك قبل قليل وأنا آسف لهذه الأنا تحدثنا عن هذا الأمر منذ اللحظة الأولى لأن جنيف هي عبارة عن منصة اشتباك في السياسة ما بيصير يجي الخصم أو يجي محايد بين قوسين مبعوث دولي يقول لك لابد من أن تلتقوا في جنيف فتقول له لا والله أنا مجايع بالي ألتقي في جنيف تقصر فإذلك سياسي الرئيس كان منتبه لهذا الأمر قال نحن ذاهبون إلى جنيف لا من أجل أن نفاوضهم وإنما من أجل أن نفاوض مشغليهم أو أولئك الذين استعملوهم هذا صحيح عندما يقول نفاوض هو حقيقة نحن حتى اللحظة عنوين مطروحة عنوين إذن أنت مشتبك في السياسة تصور أنك في لحظة من اللحظات خذ أقاربها للسادة المشاهدين ولك أيضا ولا تحتاج إلى هذه المقاربة لكن كي أوضح ما أقول تصور أنهم مثلا اليوم هاجمت هذه المجموعات المسلحة مثلا هضبة من هضاب المناطق الحدودية مع العراق هل تترك هذه الهضبة أنت؟ أنك تدير معها مشاغلة في العسكرة أو حتى تذهب إلى الحسن فيها يعني أمامك احتمالان الاحتمال الأول يا أما بتذهب إلى المواجهة الحاسمة يا أما بتذهب إلى مبدأ آخر وهو المشاغلة هذا في الميدان أنت في الميدان تتصرف ذلك علما أنك تدرك الآن لنا بعض الأبناء الذين يقاتلون على أطراف الحدود العراقية هم يدركون أنهم لا يدافعون عن دمشق الآن وليست مهددة دمشق في هذه المعركة إذن بأي شك من الأشكال أنت مثل ما هناك معارك في الميدان ليس لها بعد استراتيجي استراتيجي هو أنها تأخذ البعد التكتيكي كذلك خلقت لك منصات في السياسة حتى في الإعلام أنا وياك الآن شو عم نساوي أماماً احتمالاً يا أما من منغطي ونبلش نشرح لجمهورنا ولمواطنيننا ومنعبي هذا الهوى يا أما منروح منسكر الشاشات ومنقعد بالبيت لحظ إذن أنا وأنت لا نحسم هذه معارك ليست حاسمة الحسم في مكان آخر أيضاً في جينيف معارك ليست حاسمة سيادة الرئيس في تقديري وأنا هنا لا تحدث بإسم أي مؤسسة من مؤسسة الدولة مع احترامي لكل مؤسسة الدولة لكنني أقدر في التحليل أن سيادة الرئيس يدرك أنه في جينيف لا يوجد هناك حل حقيقي لهذا الصراع الموجود والعدوان على سوريا لكنها منصة اشتباك حلقة اشتباك فهو يشاغل فيها نعم يعني كل هذا التفاؤل هي فقط في إطار الاشتباك وفي إطار جزئية من الحل لا تسألوني أنت في وصفك دقيق أنا متفائل وأنت يجب أن تكون متفائل لماذا؟ لأن الطرف الآخر لم يستطع في الاستراتيجية أن يقوم بلي عنق الدولة كيف يا إياد؟ وأسف جداً كيف بس يعني حتى أقرب لك إياها كيف لم يستطع؟ حتى اللحظة ما زلنا نتحدث في سوريا عن كيان سياسي واحد هلأ بتقول لي داعش وكذا؟ يقول لي بده يدافع عن داعش يدافع عن داعش مشروع خاسر أو مشروع مدام أو مشروع أصبح غير وجداني وغير أخلاقي قبل السياسي إذن هو مرفوض لكن عفواً عندما تتحدث عن الدولة السورية صحيح أن هناك من هو ضد الدولة السورية وضدي وضدك الآن باعتبارنا نمثل بشكل أو بآخر مؤسسة الدولة لكن بدأت انتبع على أن هناك من يصطف معك وإلى جانبك على مستوى العالم أقل ما في الأمر مناصفة إذن يجب الانتباه لها هذه هذه هامة متفائل لأن الدولة صامدة لأن الدولة باقية هذا أنا وأنت أستاذ خالد نتفائل بصمود البلاد نتفائل بأنه استطعنا إحراز إنجازات ميدانية وإنجازات سياسية لكن اليوم التفاؤل غربي اليوم هناك تفاؤل روسي اليوم هناك تفاؤل من الآخرين اليوم الكل يدفع باتجاه هذه الجولة ويقول بأن هذه جولة مختلفة عن الجولات الأخرى علماً بأنه عندما أراقب ما يجري كأنني أمام جنيف 2 أو جنيف 3 تماماً في بعض الأحيان تحتاج إلى عفواً يعني حشوف السياسة الروسي متفائل إيه نعم؟ الروسي اليوم في جنيف هو عفواً سيد الموقف وهو الذي يحرك وهو الذي الأمريكي ضعيف لكن الأمريكي الآن أصبحت أهدافه في مكان آخر وهي أداف تكتيكية دائماً تذكر جنيف قبل الجنيفات جميعها تذكر مثل هذه الإصطيوانة التفاؤل وأن هناك حلان وأن هناك وووو إلى آخره أنا في تقديري مثل هذا الكلام كان كلاماً إنشائياً لمن ليس لي ولك لمن هو يشرف على هذه المنصة من أجل يا رجل تذكر ما حدث في موسكو في يوم من الأيام وعندما حضرنا في موسكو تذكر كم تغنى الكثيرون عن موسكو وعن نتائج موسكو وقلنا يومها بأن الروسي يتحرك في التكتيك وليس في الاستراتيجية من أجل ضب مجموعة من الذين استعملوا أي الأفراد الذين استعملوا من قبل الولايات المتحدة الأمريكية ومن قبل حلفائها وأدواتها في الأقليم قام الروسي قام بعملية تكتيكية لجهة ضب هؤلاء جميعاً ثم نتجت فيما بعد ما سمي منصة موسكو وهي ليس لها علاقة بالمباحثات التي حصلت في موسكو إذا أردنا أن نقرأ المشهد الإقليمي قبل أن ننتقل إلى المشهد الدولي اليوم المشهد الإقليمي معقد جداً اليوم خلافات في الخليج خلافات مع تركيا خلافات في المنطقة وكل الخلافات الحاصلة في المنطقة معنية بها الدول التي دعمت الإرهاب على مدى سبع سنوات تقريباً في سوريا هل يشكل عامل ضغط فعلاً لدوران عجلة جينيف كل هذه الخلافات أم على العكس هي عامل معطل عظيم قبل أن أذهب إلى التعطيل أو الدفع لجينيف دعنا نوضح هذه الصورة في العلوم السياسية أخيات وأنا تحدثت فيها أكثر من مرة كي أحدث معها مقاربة لأنه أنا عم شوف بعض أساتذتي الذين أوجه لهم التحية وأخواني كلما خلق تحالف تكتيكي أو انزياح في مشهد يردونه باتجاه أنه في حق الغاز ما بعرف وين في أمبوب بده يمر ما بعرف من وين يعني أنا آسف جداً أنا أعتذر من جميع زملائنا وجميع أساتذتنا أنه يا جماعة ما هنكون شوي طيب ما صرنا ما صرنا قطر بجانب السعودية سبع سنوات وتورطت هي يعني وتورططاه مع بعض مكونات الإقليم دمرت ليبيا بدي أعرف عن أي غاز دمرت تونس عن أي بترول تتدخل في شؤوم مصر يومياً قطر إذن عن أي أهداف نحن خلينا لا نعود إلى القاعدة الأساسية يا أخيات ألا وهي التي تحدث فيها جدنا ابن خلدون ابن خلدون يتحدث في معادلات في المعرفة السياسية واضحة هذه المعادلات معادلات رياضية في الفلسفة السياسية خذ على سبيل المثال هو يتحدث هو يقول الدول الصاعدة والدول الهابطة يقول عندما فيما معناه عندما يتواجه مشروعان هذان المشروعان يمثلان كل مشروع يمثل كتلة اجتماعية سياسية اقتصادية سمي ما شئ يتواجهون عندك احتمالات إذن إذا انتصر المشروع X هذا يشكل قوى اجتماعية واقتصادية وسياسية صاعدة أنا وإياك انتصرنا شو منضل مكاننا على هاي الطاولة بدنا نروح نصرف انتصاراتنا في مكان آخر نروح نصرفها بالاجتماع بالثقافة بالمدنية بالحضارة BBB إلى آخرين تتشكل الدول الصاعدة هذه دول صاعدة الدول التي انهزمت أو المشروع الذي انهزم هو يعبر عن ماذا؟ عن رؤية عن مصطحة عن استشراف عن أطماع عن مصالح سمي ما شئت هذا انهزم هذا ماذا؟ المكونات الاجتماعية الاقتصادية الحاملة لهذا المشروع شو بصيبه؟ بتتفكك وتتراجع ما بد يروح على المنطقة الآن خلينا نتذكر أنا وياك الأمريكي دخل إلى المنطقة معه قوى إقليمية ودولية تذكر فرنسا وقفت ضد الحرب أو ضد الغزو الأمريكي على العراق صحيح طيب عندما انهزم صدام حسين وسقطت الدولة العراقية شو عمل الفرنسي؟ مباشرة الركض بده يخبّح حاله لأنه بيخسر بيخسر خسارة كبيرة فاعتبر نفسه مباشرة إلى جانب الأمريكي مخافة السقوط طيب العراق الذي سقط سقط كمشروع وين العراق؟ عراق المشروع الدولة بالألفين وثلاثة لا في خبر كان إذن نحن بدنا ننتبه لهذه المعادلة ما الذي حصل في سوريا؟ مشان نحن نقارب المسألة هناك مشروعات تقابلة منذ اللحظة الأولى انسى انسى السوريين في الشارع ويلا أرحل يا بشار وما بعرف شو كذا هذا كلام فاضي هذا هذا له هناك مشروعات تقابلة في الميدان هناك دول لاحظ ثبتت في وجه هذا العدوان يسميها جدك ابن خلدون ونحن معه نبص بالعشرة والتاريخ يقول كذلك يسميها يطلق عليها بعد الانتصار بالدول الصعيدة هذه دول بدها تصعب هذه دول بدها تحكم شيئت أم أبيت إن حكيت وإن ما حكيت يعني انطلع سيادة الرئيس بشار الأسد وقال لي حصة من الإقليم فهو صحيح وإن لم يقل لي حصة من الإقليم هناك أجزاء وأطراف بالإقليم بدها تيجي لعنده لاحظ نتيجة أنه أصبح دولة صاعدة بفضل الصمود والانتصار الذي حققه شو اللي حصل بالطرف الثاني يا أخي الطرف الثاني تذكروا تركيا والإخوان والسعودية والقطر وأوروبا والولايات المتحدة الأمريكية كلهم جميعا هؤلاء هجموا على سوريا ما سقطوا الدولة سورية شو بدك تصير بالطرف الآخر بده يتصدع التصدع الطبيعي لقوى التحالف التي شنت العدوان مو بس على سوريا على أي دولة أنت تطبق هذه النظرية شو بده يتصير ببدا تتفكك هذا التفكك مصير يبحثونه عن أسباب ذرائع ومخارج وسيناريوهات طيب ما مبارك كنتوا تدافع عن الأخوان المسلمين ما مبارك كنتوا تصفقوه لمرسي وتبوسوه لمرسي وكذا ووائي الآخرين طيب شو صاروا هلأ لأخوان مخافة أن يتصدع يا إياد جوهر التحالف نواة التحالف المتمثلة في مملكة آل سعود لابد لابد يا إياد من أن يتنازلوا عن الأطراف أنا حاملك معي وخط أنا وياك معركة انكسرت شاء الله أبضل حاملك بزدتك بكمل وبكمل لحالي بدي أنا أخلص بحالي الوهابية الوهابية في المنطقة أنجزت كيانا سياسيا هذا الكيان السياسي ممثل بمملكة آل سعود مصالح الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا ورأس المال العالمي مرتبط بهذا الكيان فلذلك لا تستطيع لا الولايات المتحدة الأمريكية الآن أن ترمي هذا الكيان مباشرة في وجه هذا الغول العالمي الغول العالمي بأي معنى أخيات؟ الغول العالمي بمعنى بعد هذه ثقافة الذبح والسلب والنهب والقتل والاستباحة التي حصلت على مستوى العالم لا تستطيع الولايات المتحدة الأمريكية أن تبقى تدافع عن كل أولئك الذين ركبوا العربة معها بدا تنزل ناس بدا تكب ناس بدا تضحي فلذلك كل اللي يشايفون أنت الحاصل الآن في الخليج هو تنازل عن أداتهم الإخوان المسلمين لاحظ زعل التركي شو تنازل عن الإخوان المسلمين؟ بروح أردوغان لاحظ اتنين لابد من التنازل عن الإخوان المسلمين وبعض الذين دافعوا سياسيا عن الإخوان المسلمين بيطلع لك واحد مثل خالد عبود مثلا بيقول لك لا يا أخي أنا سأدافع عن الإخوان المسلمين آه ممتاز تشخص شوف تشخص الخصم إذن يجب أن نقرأ الآتي ما ندور شو الأسباب والذرائع لا قوى العدوان شنت عدوانها سقط مشروعها الآن تتصدع وقوى الصمود يلي وقفت في وجه المشروع صمدت انتصرت لاحظ الآن تشكل قاعدة صلبة وتنهب هذا ترجم في أستنى يعني ما شهدناه في أستنى هو ترجم يعني تركي أصبح يبحث عن مصالحي الأمريكي يبحث عن مصالحي طبعا رائع يعني شو معنى بالله الأمريكي والأردني والروسي بيشرف على المنطقة شو يعني شو بده الأمريكي شو في البعض ها هلا بيفكر ولك يا حبيبي إذا قطر زدتوها والإخوان زدتوها واخفي لك عند مسلحين عيمة ضيتي يعني إذا قوى يعني زدتوها ومشيوا بدون يمشوا لك إذا أردوغان زدتين ومشين كقوى سياسية مو تركية إيه واقفين لك كان عند مسلح بيفكروا يا حرام إنه والله ترامب حامل سيف وهذا اللي جابه من السعودية وجاي ترى بدون يدافع يا حبيباتي هذا جاي دافع الآن هو سقطت أهدافه الاستراتيجية بقيت في شغلة واحدة الناس ما بتنتبه له وآسف جدا كل اللي حاصل في الجنوب يا إياد قال والله الأردن خايفة والولايات المتحدة الأمريكية خايفة فلذلك بدون يشرفوا على شو سموه الهدنة أو خفض التوتر أو أولي الآخرين إنه الروسي أيوة والأمريكي والأردني إنما قالوا الإسرائيلي لأنه الهدف بالأخير الإسرائيلي الإسرائيلي شو بده يا إياد شوف هذه لم ينتبه لها كثيرون أيضا الإسرائيلي تقييمه بالألفين وطلتعش ألفين واربعطعش أن الدولة السورية أصبحت في خبر كان مثل ما بالضبط قيم الألفين وستة بداية حرب تموز إنه طلع طيران بيطلع وكذا يعني عباءة جوية ويتم استهداف بعض المواقع لحزب الله وخلص يعني بيسقط الحزب ومنجيب الجيش اللبناني وكذا وإلى آخرين تماما تقييم الإسرائيلي حصل بالألفين بعد الألفين واثنعش على أنه لا توجد هناك دولة سورية قادة صهاينا طلعوا حكوا هذا الكلام قالوا لم نعد نتطلع باتجاه الشرق على أن هناك دولة سورية ما قبل ألفين وحد عشر يعني ما في دولة سورية تقييمهم هذا استغله من شوف هذا التاريخ يا إياد التاريخ سيقف عند هذه القضايا وسنفاجأ بعض منكون كبرنا شوي أنه في حدا فتحنا عم نقرأ كتاب لعمش هذا كله تم بزماننا ونحن مالنا شايفينه يعني تحديدا أننا وياك نعم كإعلاميين كمثقفين كاكان نزعن ذلك نصير من التطلع منقول يا الله هذا ما كنا من تبهيله شوف شو عمل السوري والإيراني وحزب الله في لحظة في لحظة دعني أقول في لحظة الضباب الإسرائيلي يقدر بأن بأنه لا يوجد هناك دولة سورية سورية إيران حزب الله شوف شو عملوا أعادوا ترتيب الخارطة العسكرية ضمن الجغرافيا السورية المحاددة مع فلسطين المحتلة نعم ما اكتفوا بوجود حزب الله في جنوب لبنان الآن هم استغلوا هذا الظرف فأعادوا إنتاج خرائط عسكرية جديدة خرائط العسكرية الجديدة على فكرة ما بلشوا فيها إلا بعد أن انقضى الإسرائيلي باتجاه أهداف له على أطرافي وأكتافي دمشق ذكرها ما أتذكر أي عام والله أنا منسى التواريخ هلأ شو اللي حصل مع الإسرائيلي استفاق الإسرائيلي العمش ما سقطت الدولة السورية آه السوري كان فعلا عم يدير عم يدير مع هذه المجموعات الفوضوية التي استعملناها ضده عم يدير مشاغلة فعلا واستراتيجية أن أساهم في إدارة الفوضى بدلا من أن تغتالني وتلتهمني الفوضى الإسرائيلي مصر لهذه النتيجة استفاق فوجد أن حزب الله إلى جانبه وأن الإيران إلى جانبه وأن الجيش السوري في صلبه الأساسي يعني في صلب قوته الأساسية ما صابه شيء فتغيرت الخرائط الأمريكي خلص أوباما خلص بده يطلع من المفصل السوري لما إجا ترامب مسكوه الإسرائيليين قالوا له تاعة 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 ما بتطلعوا من سوريا بلا ما ترجعونا على قواعد اشتباك ما قبل 2012 قالوا شو؟ قالوا بتطلب ترحيل الإيراني من سوريا وبتطلب عودة حزب الله إلى جغرافيا لبنان كل شيء بتشوفه بالجنوب يا إياد كل شيء بتشوفه بالجنوب هدنة ورعاية ومباحثات وما بعرف شو كله يا إياد حول هذا العنوان العنوان الذي يقول أن إسرائيل تريد الآن تزحف الآن تترجى الآن حتى الروسي يعني حتى طلبة من الروسي أنه ما تطلعوا من المنطقة ما تطلعوا من الاشتباك قبل ما تضمنوا لي أن نعود إلى قواعد اشتباك ما قبل 2012 وهذا أيضا ترجم في أستنى من خلال الأردن آه عظيم جدا شوف السوري شو عم يساوي شوف لا اللي عم يتم بأستنى أنا في تقديري إياد لا يتناول العناوين الاستراتيجية يتناول تفصيل تكتيكي في الميدان بعدنا ما رحنا في أستنى ها اللهم لكن بين ترامب وبين الرئيس الروسي نعم هذه المواضيع طرحت بين الإسرائيلي وبين الأمريكي طرحت هذه المواضيع بين الإسرائيلي وبين الروسي طرحت هذه المواضيع شوف السوري شو عمل السوري ما عم يحسن في الجنوب لكنه يستعرض قوة تبه في فرقها وأرجو ما عم يحسن في الجنوب لماذا لا يحسن في الجنوب بيقول لك لا نعم طول أمد حضورك بدون ما تعطيه ذرائع حتى ينتقل الإسرائيلي للنقطة الأخرى واللي هي انه قضى ضع الفرضية التالية انه والله قضى على الفوضى في الجنوب السوري طيب عفوا للمقاطعة فقط ننتقل إلى موجز على رأس الساعة مع الزميلة علاء أبو خضر ونعود متابعة الحوار تفضلي علاء شكرا لك إيادة أهلا بكم مشاهدين في موجزا لأهم الأنباء وفد الجمهورية العربية السورية برئاسة الدكتور بشر الجعفري يعقد جولة ثانية من المحادثات مع المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان ديمستورا عند الساعة التاسعة والنصف من صباح اليوم بتوقيت جناب ضمن الجولة السابعة من الحوار السوري السوري وكان ديمستورا قد تعهد ببذل جهود كبيرة في الدفع بمسيرة المحادثات السورية في جنيف وأكد ضرورة الاستفادة من النتائج الإيجابية التي تحققت خلال اجتماعات أستنى لتحقيق تقدم خلال الجولة الحالية من الحوار وقال إن السياق أستنى وجنيف مرتبطان لافتا إلى أنه لم يتم إلى الآن الانتهاء بشكل كامل من إنجاز مناطق تخفيف التوتر وأكد أن إنشاء هذه المناطق عملية مؤقتة يجب أن لا تمس وحدة وسلامة الأراضي السورية أكدت وزارة الخارجية الروسية أن موسكو لم تصير على أي شيء خلال لقاء الرئيسين الروسي فلاديمير بوتن والأمريكي دونالد ترامب على هامش قمة العشرين في هامبورغ الألمانية ونقلت أنترفاكس الروسية عن مصدر في وزارة الخارجية الروسية قوله إن الرئيس الأمريكي عبر خلال الاجتماع مع الرئيس الروسي عن موافقته الكاملة على فكرة تشكيل مجموعات عمل مشتركة للأمن الإلكتروني لكن موسكو لم تصير على تنفيذ ذلك إلى فلسطين المحتلة حيث استشهد شاب فلسطيني وأصيب آخر برصاص مستوطن إسرائيلي الليلة الماضية قرب قضاء تول كرم في الضفة الغربية المحتلة وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن مستوطن إسرائيلي أطلق النار على شاب فلسطيني في قرية أم خالد قرب قضاء تول كرم ما أدى إلى استشهاده على الفور فيما أصيب شاب آخر كان برفقته بجروح خطيرة جراء إصابته بأعيرة نارية في المنطقة العليا من جسده أحيل على إثرها للعلاج بالمستشفى قتل ستة عشر شخصا في تحطم طائرة عسكرية في ولاية ميسيسيبي الأمريكية حسب ما أعلنته إدارة الطوارئ في الولاية ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن مدير إدارة الطوارئ قوله إن كل الضحايا كانوا على متن الطائرة التابعة لمشاة البحرية الأمريكية موضحا أنه لم ينجو أحد في الحادث بينما قالت قيادة مشاة البحرية الأمريكية إن حادثا وقع لطائرة من تراز كيسي 130 ليلا دون أن تضيف تفاصيل أخرى في خبرنا الأخير أدى القصف المتبادل بين الهند وباكستان إلى فرار الآلاف من منازلهم في كشمير الباكستانية ما ينذر بتصاعد التوتر على جانبي الحدود في الإقليم المتنازع عليه بين البلدين وأكدت السلطات الباكستانية عمليات نزوح مشيرة إلى أن 3000 شخص غادروا قراهم في منطقة عباسبور بعد قصف مكثف من الجيش الهندي خلال الأسبوعين الماضيين بذلك نكون قد وصلنا إلى ختام الموجز عودة إلى استيديو جانير إليك إياد شكرا على أستاذ خالد تحدث بأن هناك مشروعان في المنطقة وهذه المشروعان تصادمة وبدأ التخلي عن مشروع بعد تصدع التحالف ضد سوريا واضح أن التخلي كان عن الإخوان المسلمين والتضحية بالإخوان المسلمين في المنطقة لكن ما يلفت نظري اليوم بأنه على رأس المنصات وتحديدا منصة الرياض هناك من يمثل الإخوان المسلمين وترام قد صنف الإخوان المسلمين على أنهم تنظيم إرهابي كيف يمكن أن يصنف إرهابيا مثل داعش مثل النصرة وهو موجود في أروقة لعوة المتحدة عظيم أكثر من ذلك كمان إياد لاحظ داعش التي من أجلها أو فيها قرار من مجلس الأمن البارحة نوجه التحية لأهلنا في العراق العظيم الذين حرروا الموصل ولهذا الشعب والجيش البطل في اللحظة التي يحرر فيها الموصل كنت تتعلم عن ضائياتهم أنه فعلا بالفترة الأخيرة هم ضد داعش ضد داعش ربما بجزء من الإعلامة بجزء مو كل الإعلام لأنه تابع الجزيرة بتطلع معك مع داعش هم ضد داعش وهم ضد الإرهاب لكن لا أقول ما فرحوا غضبوا وانزعجوا عندما تم تحرير الموصل أنت تحرر الموصل من الإرهاب إذن بدك تنتبه بالسياسة على أن هؤلاء في اللحظة التي هؤلاء تحديدا مملكة آل سعود في اللحظة التي تضع دريئة تسميها بالإخوان المسلمين وهؤلاء متواجدون أي قيادات الإخوان المسلمين متواجدون في قطر كما أشرت أنت لكنها تستعمل بعض الإخوان المسلمين في مواجهة قوى سياسية أخرى مثال كيف يمكن لها أن تبقي على دعني أقول مذهبية الصراع لأنه مذهبية الصراع لما بتطرح أنت إياد عنوين مذهبية الناس بتنكمش لأنه العقائد في مركز اللاوعي لدينا الناس تنكمش أكثر فيك تكمش الناس أكثر لما بتحكي بشكل مذهبي بتروح ضل حكي عن الخطر الإيراني الخطر الإيراني بس قول الخطر الشيعي في مركز اللاوعي لدى الناس لأنه أيدولوجيا دينية عقائدية بتنكمش شو الخطر الشيعي يعني من هو سني أو من هو من المذاهب الأخرى يشعر بهذا الأمر السعودية تبقي على هؤلاء لتبقي على جدلية الصراع ومذهبية الصراع لأنه بكرة إذا بدأت تقول هي للإخوان المسلمين تفضلوا وطلعوا برة تفقد تفقد عنوان أساسي في الصراع ألا وهو مذهبية الصراع لذلك ماذا تطلق على هؤلاء المتواجدين في قطر مارسوا الإرهاب لاحظ مشان ينزلوا بعض الجماعات من العربة ما بيقولولن انتوا الموجودين في السعودية كذا إلى آخر إخوان مسلمين لا بيقولوا المتواجدين في قطر الذين مارسوا الإرهاب من الإخوان المسلمين هؤلاء بدنا نقبهم أو هؤلاء بدنا نتخلى عنهم أنا بدي أسألك سؤال أين هو الخطر على الخليج العربي من حماس خليلي الإخوان المسلمين على جنب من حماس حماس وين مارست خطر على منظومة الخليج أنا في تقديري على العكس تماما في اللحظات الشدة بدل من أن تكون حماس مع الناس مع مشاريع الناس المظلومة مع فلسطين وقفت مع الممالك فالممالك تخلت عنها إذن أنا في تقديري يجب الانتباه جيدا دائما الأنظمة أنظمة الخليج تحديدا مملكة آل سعود بأكثر دقة هي تتخلى عن أدوات ليش عن مرسي؟ ما تخلت عن مرسي؟ لكنها لم تتخلى عن الإخوان المتواجدين وين؟ في السعودية لماذا؟ لأنها تريد أن تبقي على عنوان أساسي في مذهبية الصراع أنها لم تقف ضد السنة وأنها لم تقف ضد لم تعطي ذريعة للآخرين في لحظة من اللحظات اليوم بيطالك واحد مثلا ممكن من جدة إخوان مسلمين ويحكي على العربية أما حصل في سوريا تريد أن تأخذ شرعية فلذلك تبقي على هؤلاء طيب بعيدا عن السعودية ترامب شخصيا وصف الإخوان المسلمين بأنهم إرهاب واليوم بالأسماء نذكر نصر الحريري إخوان والكثير من الوفد إخوان ممتاز ما زال يستعمله يعني في فرق بين أن أصف هذا يدعونا للتفاؤل بالتفاؤل السابع لا للتفاؤل لماذا؟ يدعوك للتفاؤل لأن خصمك وعدوك أصبح يرمي أدواته ما حق قوله المشروع لماذا يا أخيات؟ ليش ما تخلى أوباما عن مرسي لما مرسي وصل للحكم في مصر؟ ليش ما تخلى عنه؟ لماذا كل هذا الدعم لأردوغان إلا للحظة يعني صار الخلاف الأردوغاني الأمريكي بالضبط بعد أن تجلط المشروع في المفصل السوري صار في خلاف لماذا هذا الصراخ مع أوروبا بين أردوغان وبين الاتحاد الأوروبي إنت بالضبط؟ لا في بداية العدوان أبدا أبدا لم يكن هناك خلاف بين التركي وبين الأوروبي بين التركي وبين منظومة الخليج بين التركي وبين الإخوان المسلمين هذا هو التصدع لكن أنا ما بتصدع عفوا يعني ما برمي أدواتي كلها دفعة واحدة يلي بعدني عم بستعمله يعني فيه إلو أجر بين إيديي آه لا بستعمله أنت في معركة صديقي أنت في معركة خوصرت وانتهى الدهت الذخيرة بين إيديك وتعبت شو بتساوي أنت؟ بتقول كل شيء معي من هؤلاء الجماعة بدي إلعن أبوهن على أبوه بتزدت البارودة بس ما بتشلح حذائك أنت أكبر وقدرا حذائك بتخليه رغم أنت بس توصل لأول مفترق طرق ممكن تبدل فيه حذائك بتزدته مباشرة فهؤلاء أحذية استعمال إياك أن تظن أنه أنا عم بالغ وعم برفع معنويات ستفاجأون في المرحلة القادمة أحد من كان يسمى بالمعارضة السورية تصور كان مرميا في حضن الولايات المتحدة الأمريكية في حضن إحدى مراكز الأبحاث في لحظة من اللحظات من عوين الدخول على الولايات المتحدة الأمريكية قال فوجئ لماذا قالوا له أنت حضرت منتدى إرهابيين قال لما أنت كنتوا عم تسمون هؤلاء ثوار وهؤلاء في وجه نظام ديكتاتوري مستبد كذا كذا إلى آخرين هو كان يظن هذا وغيره أن فعلا مشغله يدافع عن حكم قيمة والأمر ليس كذلك لهذا الحريري والزعبي وما بعرفه وكمان هذا العبود وكذا وهؤلاء جميعا في لحظة من اللحظات يخلع وينزدتوا طيب أستاذ خالد نتوقف فقط لنتابع أهم عنوين الصحافة مع الزميلة علا أبو خضر تفضلي علا شكرا لك إيادة مشاهدين جولة جديدة بين الصحف العربية والأجنبية نستعرض فيها أهم ما حملته من عنوين ومقالات والبداية مع منشات نبدأ منشات لهذا اليوم مع صحفنا المحلية التي تناولت أصداء الجلسة الأولى في جنيف بالتزامن مع إنجازات ميدانية يحققها الجيش العربي السورية فنقرأ من صحيفة أهم ما جاء فيها من عنوين المبعوث الأممي لا يتوقع اختراقات وانفراجات وموسكو تؤكد عدم الإفراط في التفاؤل جنيف سبعة يبدأ بسقوف نجاح متواضع لقاء لوفد الجمهورية العربية السورية مع ديمستورة والغموض يكتنف وفد معارضات الرياضة استهدف أوكار وتحركات إرهابي داعش على طريق الرقادر الزور الجيش يستعيد محطة الهيل للغاز جنوب السخنة وعددا من القرى والتلال والنقاط الحاكمة بريف السويداء الشرقية قادمون من جرابلوس وصول العشرات من أهالي حي الوعر إلى بلد التادف بريف حلب تمهيدا لعودتهم إلى منازلهم التنافس على دعم الإرهاب يوسع الشرخ واشنطن تتلاعب على حبال أزمة المشيخات وأيضا هنأت الشعب العراقي وحكومته بالانتصار الكبير سوريا انهيار داعش في المنسل مقدمة لانهيار أوهام الإرهابيين ورعاتهم من هنا مشاهدنا نتابع معنا وانصحفنا المحلية واخترنا من الوطن أبرز التحليلات التي خرج بها الكتاب بناء على التصريحات التي تلت لقاءة اليوم الأول في جنوب فنقرأ إذن من صحيفة الوطن أهم ما جاء فيها من عنوين المباحثات مستمرة في تفاصيل الاتفاق الروسي الأمريكي حولها الهدن صامدة جنوب غرب سوريا ومؤشرات عن تفعيل فصل القوات ديميستورا إحلال الاستقرار أولوية بعد تحرير الرقة الجيش يتقدم في أرياف السويداء وحمص ودماشق وعودة المئات إلى الوعرة تلرسان يقوم بجولة خليجية لإجراء محادثات بشأن أزمة قطر الدوحان امتلك احتياطات نقدية تكفينة لمقاومة الحصار ترامب يتهم كومي بتسريب معلومات سرية مكن الولايات المتحدة تخسر الحرب في أفغانستان وأيضا النمسا تمنع دخول وزير تركي وأنقرة تصدر مذكرات اعتقال جديدة من الملفات الداخلية والشائكة إلى العربية كانت عنوين صحف بيروت والتي تصدرها جميعا الملف الصحي في اليمن فنقرأ من الأخبار أهم العنوين التي جاءت لهذا اليوم مجموعة العشرين تعاتب الحريري اليمن كوليرا السلمان سوريا الجيش يطلق الفجر الكبرى جنوب البادية النوصل بلاد عش رسميا واشنطن تكبح التفاؤل أمامنا أشهر لحل فعلي سليماني الجيش لن يسمح ببقاء قوى ذات أطماع في العراق وأيضا تسريب وثائق اتفاقي الرياض يزيد الأزمة اشتعالا نبقى في أرويقة الصحافة اللبنانية ونقرأ ما حملته صحيفة البناء من عنوين والتي جاءت لهذا اليوم على الشكل التالي التفاهم الروسي الأمريكي يطغى على جنوب وفد واحد للمعارضة واستعداد لانضمام الأكراد الجروض تنتظر المعركة والحريري لدعم غير مشروط للجيش بدلا من تهديدات عقاب سقر إيران سترد على أي إجراء أمريكي سيء أوكرانيا تبحث مع الناتو خطة عمل للانضمام للحلف ما يتطلب من المعارضة تقديم أفكارها في رفع التحديات التي تواجه بريكست اليمن محاولة السيطرة على جبل عمبر في المناطق الحدودية مع السعودية وأيضا أستراليا تريد عقد اتفاق تجاري مع بريطانيا نتابع مع صحف الأرض المحتلة التي رصدت أوضاع الفلسطينيين في ظل استمرار الانتهاكات الإسرائيلية وحملات الاعتقال والإعدامات فنقرأ إذن من صحيفة الأيام المقدسية أهم عنوينها لهذا اليوم استشهاد شاب برصاص الاحتلال جنوب بيت لحم مواجهات واعتقالات ومداهمات في الادهيشة والخضر اقتراح بضم تجمعات استيطانية إلى بلدية القدس الغربية وإخراج 100 ألف فلسطيني إسرائيل تدعو مبعوث ترامب للتركيز على إنجاز ترتيب إقليمي لتطبيع العلاقات مع الدول العربية فرنسا وبريطانيا وألمانيا تدين القرارات الاستيطانية في القدس وأيضا العراق العبادي يعلن المصر على داعش في المنزل صحف الإمارات ركزت على الأزمة مع قطر وأهم الوثائق السعودية التي كشفت الدعم القطرية المستمر للإرهاب فنقرأ من صحيفة الخليج الإماراتية أبرز عنوينها التي جاءت لهذا اليوم محمد بن زايد وماكرون يبحثان جهود مكافحة الإرهاب بالوثائق قطر تنقض أو تنقض العهود والمواثيق دعم الإخوان أو أي منظمة تهدد أمن الأعضاء دعم الإعلام المعادي أو إيواء أو تجنيز المعارضين للأنظمة العبادي في خطاب النصر انتهت دولة الخرافة وداعش إلى مزبلة التاريخ جنيف سبعة ينطلق بتفاؤل أممي حول فرصة للاتفاق في سوريا الأمن المصري يحبط مخطط إرهابيا لاستهداف دور العبادة ويقتل ست الدواعش وأيضا البحرين ضبط إرهابيا من منفذي اعتداء الدراز إلى هنا مشاهدين ننهي معشات وننتقل إلى تقريرا لأهم ما تناولته أقلام الكتاب في إصدارات اليوم كتب حميد العبدالله في البناء اللبنانية مجرد قبول الولايات المتحدة التعاون مع روسيا للتوصل إلى اتفاق حول وقف إطلاق النار في الجبهة الجنوبية الغربية والتخلي عن سياسة رفض التعاون هو شكل من أشكال الواقعية السياسية أي البراغماتية باللغة الإنجليزية في الختام يقول الكتب بعبارة مختصرة أدركت واشنطن مخطر سياستها اللاواقعية وتراجعت عن هذه السياسة أي تراجعت عن مغامرات قد تقود إلى اندلاع حرب روسية أمريكية وبتت السياسة الأمريكية في سوريا على هذا الصعيد أكثر واقعية كتب مصطفى المقدات في صحيفة الثورة السورية بالقدر الذي كان فيها أشأن السوري شديد التعقيد سيتحول إلى حالة قابلة للفهم والحل والالتزام في ظل التوافق المستند إلى التزام جدي بمحاربة الإرهاب وبالتحديد من جانب إدارة ترامب بعد أن تترك سياسة الخالط في التحالفات مع القوى والمجموعات السياسية والمسلحة وعندها فقط قد يكون الحل التوافقي ممكنا كتب فايز رشيد في الخليج الإماراتية جاء قرار اليونيسكو كالعادة مخيبا لأمل الكيان الصهيوني وقادته القرار جاء ليؤكد عروبة القدس وأن لا سلطة للاحتلال عليها هذا القرار كما القرارات الأخرى السابقة يشكل صفعة للكيان الصهيوني وادعاء قادته عن القدس والهيكل المزعوم وهي تؤكد عروبة القدس وفاق مشاهدين أما الآن نذهب لنتعرف على أسرار لم تعد كذلك على صفحات الصحف إنما بعد الفاصل نشرت شبكة سيئة الأمريكية وطائقة سرية للغاية تخص اتفاقيتين بين دول مجلس التعاون الخليجية وقعت عليهما قطر عامي 2013 و2014 وجاء في اتفاقية عام 2013 المكتوبة بخط اليد والموقعة من قبل أمير قطر تميم بن حمد الثاني وأمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح أنه تم عقد مباحثات مستفيدة تم خلالها إجراء مراجعة شاملة لما يشب العلاقات بين دول المجلس أو مجلس التعاون والتحديات التي تواجه أمنها واستقرارها والصبر الكافلة لإزالة ما يعكر صفو العلاقات بينها وأظهرت الوثائق تعهد أمير قطر بتنفيذ بنود الاتفاقية أمام قادة الخليج ومن ضمن بنود الاتفاق أولا عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي من دول المجلس بشكل مباشر أو غير مباشر وعدم إيواء أو تجنيس أي من مواطني دول المجلس ممن لهم نشاط يتعارض مع أنظمة دولتهم إلا في حال موافقة دولتهم وعدم دعم الفئات المارقة المعارضة لدولهم وعدم دعم الإعلام المعادي ثانيا عدم دعم الإخوان المسلمين أو أي من المنظمات أو التنظيمات أو الأفراد الذين يهددون أمن واستقرار دول المجلس عن طريق العمل الأمني المباشر أو عن طريق محاولة التأثير السياسي وبعد تسريب الوثائق تبدلت قطر ودول المحاصرة لها الاتهامات بشأن عدم تنفيذ اتفاقي الرياض وأصدرت السعودية والإمارات والبحرين ومصر بيانا مشتركا أكدت فيه أن الوثائق تؤكد بما لا يدع مجالا للشك تهرب قطر من الوفاء بالتزاماتها وانتهاكها ونكثها الكامل لما تعهدت به وشددت على أن المطالب الثلاثة عشر التي قدمت للحكومة القطرية كانت للوفاء بتعهداتها والتزاماتها السابقة وأن المطالب بالأصل هي التي ذكرت في اتفاق الرياض وآليته والاتفاق التكملي أما الآن مشاهدين ننتقل لنتابع صورا بين الواقع والسخرية منها في الفقرة التالية ترجمة نانسي قنقر ختام جولتنا على أبرز الصحف العربية والعالمية والآن عودة إلى استوديو جينيف إليك إياد شكرا على من جديد نرحب بكم مشاهدين التغطية مستمرة لآخر تطورات الأحداث في الحوار السوري السوري أو المحادثات السورية في جينيفو ومن جديد نرحب بالأستاذ خالد العبود وعضو مجلس الشعب حياك الله من جديد أهلا وسهلا شكرا لك أستاذ خالد من أكبر المشاكل التي كانت تواجه الدولة السورية أو وفد الجمهورية العربية السورية في جينيفو وتواجه الشعب السوري هو أنه ليس هناك معارضة موحدة متفقة فيما بينها أو لديها مشروع سياسي واضح بناء عليه يتم الحوار يتم النقاش في جينيف اليوم هناك حديث عن توحيد هذه المنصات الثلاث وكان هناك لقاء حسب بعض وسائل الإعلام جمع رؤساء المنصات فيما بينهم هل فعلا سيكون هناك هل يمكن أصلا توحيد هذه المنصات في منصة واحدة أو في وفد معارض واحد قابل للتطبيق قبل ذلك إذا سمحت لي عم يسألني أحد الشباب على الهاتف قال لي من تعني الحريري والزعبي والعبود في القسم الأول أكيد من خادل العبود لا نحن كل عوائل الجنوب تعرف في شباب هناك من بقي إلى جانب الدولة إلى جانب مشروع الدولة منذ الأيام الأولى والبعض للأسف طبعا أخذه هذا المناخ هذه البيئة لم يكن محصنا للدرجة التي يستطيع من خلالها أسباب عديدة على سبيل المثال أنا أذكر أكثر من شاب من بيت العبود أحدهم شكل تنظيما مسلحا في الجنوب ووقف في وجه الدولة وأنا كنت أبعث له من حين إلى آخر بأنه يجب أن لا تغامر يعني يجب أن تكون عاقلا وفي الحقيقة تقدير قدر الموقف تقديرا خاطئا وذهب إلى نهاية الطريق وعلى فكرة هو طبعا قتل يومها سئلت من الذي قتله تصور لم يصدقني كثيرون قلت لهم الذي قتله هي المخابرات السعودية ولم يصدقني يا أخيات آسف جدا أنني أقول هذا الكلام الآن في ظل هذا السؤال الهام الذي تسوقه حتى خرج علينا وزير خارجية قطر السابق حمد بن آل ثاني أنا أسماء هاي فعم يقول نحن كنا نواجه الدولة السورية في غرفتين أحدها في الجنوب أو إحداها في الجنوب والثانية في تركيا في الأردن وفي تركيا وعندما تحدث قال شكلنا مجموعات كذا واللقتال وذهبنا فوجدنا هناك مجموعات لا تنتمي لنا فصفيناها ارجعوا إلى حمد بن جاسم جاسم بن حمد والله بس ارجعوا إلى هذه المقابلة قال صفيناها لهذه المجموعات وهذه القيادات لاحظ ماذا يعني ذلك هو وصل فقال وجدنا أناسا هم غير منتمين لنا لكنهم معارضة لكنهم يريدون مواجهة الدولة قال صفيناهم ماذا يعني ذلك أن السعودية صفت أناس لقطر وقطر صفت أناس السعودية والصراع قديم والصراع قديم وبالتالي هذا يوضح لك من هو الحريري والزعبي والعبود وكذا وهذه في الإشارة التي أنا توقفت عندها لكن أتمنى عليك أن تعيد سؤالك كنت أسأل عن المشكلة التي كانت تواجهنا دائما هو الانقسام في صفوف المعارضات واليوم هناك حديث وتسريبات في بعض وسائل الإعلام أنه هناك جهود بتوحيد هذه المنصات هل قابل هذه المنصات فعلا لأن تكون ضمن وفد واحد ممتاز أخيات في مثل هذه الحروب وهذه المعارك وهذه المشاريع المتواجهة الذي يصيبه الألم ويتضعضع لاحظ عادة هي أطراف السلطة نحن الآن بين قوسين طبعا نمثل ما يسمى بالعلوم السياسية السلطة عادة في ظل هذا الهجوم والعدوان واستعمال كل الأدوات في وجهك يجب أن تضعضع وأن تنهز من الداخل على مستوى البنية على مستوى الفكر على مستوى السياسة السلطة الملاحظ في هذه المعركة ونحن هنا نبحث وندرس الملاحظ أن السلطة البعض ينبسط هلأ أنه أنا عم بستعمل مفردة السلطة أنا عم بستعملها بالمعنى باللوم السياسي بالمعنى المعرفي وليس بالمعنى السياسي لجهة الإيدانة السلطة لم تتضعضع خذ على سبيل المثال كثيرون لا ينتبهون لهذه القضايا حزب البعث العربي الاشتراكي أقام مؤتمرين عقد مؤتمرين وغير في قياداته في الصف الأول مرتين متتاليتين وغير في قيادات فروعه أكثر من مرة هذا متى حصل يا أخي إياد هذا حصل خلال المعركة شو بيعني ذلك بتقول لي إيه شو بيعني ذلك إذا غيروا هذا يعبر عن قوة وهذا يعبر عن رباطة جائش لاحظ جيدا كل أحزاب الجبهة الوطنية التقدمية يلي كثيرون أخذوا عليها ملاحظات كل هذه الأحزاب أقامت مؤتمراتها خلال هذه الفترة من العدوان طيب لم شوف حزب واحد لم ينشق لم يسجل موقفا من السلطة بين قوسين من النظام السياسي بين قوسين بقيت السلطة جسد السلطة ثابتا متجانسا متداخلا هلأ بتقول لي لا خالد عبود تركه راح ما بعرف لوين لك يا خالد عبود لا تتركه تطلع لبرة ما نبين تركه تطلعت لبرة بمفردك معنى ذلك أنت مرتبط بشكل أو بآخر وتعبر عن نفسك تماما خليك في سوريا قول أنا عضو لجنة مركزية بحزب البعثة العربية أو عضو مكتب سياسي بوحدوين اشتراكيين أنا ما ليموافق النظام ولا موافق السلطة عما تفعله سجل الموقف هنا الآن لاحظ الطرف الآخر الطرف الآخر ما الذي حصل فيه البعض كان يقول يعني والله أنت مسكتوا أسطيوانة المعارضة معارضات أنه أسطيوانة مسكناها المعارضة معارضة هذا كلام دقيق عندما تكون أو تصبح المعارضة معارضات فأنت في أزمة حقيقية في كتلة معارضة تريد أن تقول أنني ضد هذه السلطة في المعرفة السياسية في التاريخ السياسي المعارضات في مثل هذه المواجهات عندما تكون حقيقية تتماسك انتبه إلى تركيا لديك حزب من كم يوم هو في الشارع انتبه إلى هذا النموذج الذي يقدمه اختلفت معه أو اتفقت معه لكنه معارضة ما راح تظاهر في باريس ما راح تظاهر عفوال لا تأخذني في جدة في الرياض ما راح تظاهر في قاهرة ما إجا تظاهر في دمشق راح تظاهر في وسط بأدوات شو انتبه لي واحد حامل سكينة واحد عامل حجر واحد حامل كذا شو الهتافات اللي عمي رؤساء الأحزاب طلعوا على المنصات وحكوا هذه معارضة تحترم هذه معارضة ما سكت معنى ذلك أنت أمام مشروع حقيقي عندما تنظر في المشهد السوري وتجد أنا بدي أسألك سؤال في منصة اسمها منصة القاهرة بالله عليك كم واحد منصة القاهرة؟ أربع أو خمس ممتاز يعني ما بدي أوجع لك راسك ووجعها راسك سادة المشاهدين بالتنظيمات السياسية أصغر 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 وحدة هي الخلية الخلية هي من بضع من بضع رفاق من بضع أخوة من بضع يعني أنت تتحدث عن خلية أو ما دون الخلية في حزب البعث العربي الاشتراكي وتسميها منصة كيف هذه منصات استعمال في لحظة من اللحظات وأنا لا أدين هنا أحد ولا أريد أن أحتك أو أن أتساجل مع أحد من أشقائنا في مصر الدولة المصرية في لحظة من اللحظات نظرت فلم تجد لها موطأ قدم في المشهد السوري فدعت إلى ما يسمى مخابرات الصف الثاني دعوا إلى ما يسمى أنه يجب أن يكون هناك يعني منصة سورية كذا إلى آخر مقابل منصة إيرانية مقابل منصة سعودية مقابل منصة قطرية مقابل منصة تركية بدون الجماعة وأوجدوا هذه المنصة لكن هذه المنصة ما هي فاعليتها يعني شو بتساوي في الأرض ما هو صرفها في الميدان في السياسة بتعمل لقاء بالتريفزيون يعني هو الغريب حتى تعاطي ديمستورة مع المنصات لم يكن منصف لم يوجد هناك يا أخ إياد يا حبيبي لم يوجد هناك البديل لهذه المنصات هناك قوى طيب من الذي حضر منصة القاهرة مشغلها من الذي حضر منصة موسكو معليش مشغلها لماذا لم يقل أحد لإياده تفضل أنت منصة لأنه ما فيه لك مشغل فيه أناس فيه عفوا أطراف موضوعية الآن الآن في سوريا هناك بعض المعارضات الذين نختلف معهم نعم وأنتم عفوا من خلال شاشتكم الكريمة هؤلاء يأتون ويحضرون ويعبرون عن رأيهم ونختلف معهم فيه كثير من العنوين لماذا لا يحضرهم أحد يعني ليش ما حملهم إن كان محمود مرعي أو ميس كريدي وبختلف أنا مع اتنين مع المحبة والإحترام لكن ليش ما حدا حملهم وقالهم لازم تروخوا عجنيف إنتم ما فيه لهم مشغل طيب مع اختلاف المشغلين هل يمكن فعلا أن يكون هناك وفد واحد هل تضغط أمريكا غير قادرة على جميعهم لا مو غير قادرة ما راح توصل للمكان للمكان يلي يكون مصلحته مرتبطة بأن تتوحد المعارضة هاد بحد ذاته يدفعنا لعدم التفاول لن يكون هناك طرف آخر حقيقي ها لا إياك تظن يا إياد لأن خربط إنه إحنا متفائلين لأنه بدي يجي يوفد من المعارضة يحاورنا في جينيف أو في دمشق هو سبب من عدة أسباب أبدا أبدا شوف بعض الأخوة في المعارضة من تبهين بيقولوا لك جينيف بيقولوا دمشق من تبهين اللي رأي على جينيف عفواً يعني حدا جايبوا على جينيف دمشق لا دمشق مختلفة معنى ذلك لما بيقول لك دمشق يدرك جيداً أن كل القوى الإقليمية والدولية في لحظتها بتكون غير قادرة أو دعني أقول ليس من مصطحتها أن تتدخل في أطراف معارضة في المشهد السوري الأمريكي بس أنا من شان الأمريكي مرحي لحق كيف يا إياد الأمريكي الآن بيستعمل طرف وبراقب المشهد السعودية بتستعمل طرف بيقول لك ما عليش التركية بتستعمل طرف بيقول لك ما عليش مرحي لحق يوصل إلى مكان ينظر إلى هذه المعارضة فيجد مصلحته فيها فيقول التحدون من أجل أن تواجهوا الدولة السورية لماذا هذه أحد أيضاً الأهداف والتكتيكات التي وضعتها القيادة السورية بأنه ليش ما اغتالت قيادات بالمعارضة يا إياد الدولة السورية ليش المخابرات السورية كان من السهل جداً في ظل هذه الفوضى عفواً كل من يفوت سوريا من حسن عبد العظيم لمحمود مرعي لميس كريدي خالد عبود مخلص عليه مثلاً هذه سأضع هذه الفرضية لماذا الدولة السورية المشروع المواجهة السوري لم يقضي لم يصفي على المستوى الشخصي لم يصفي هذه المعارضات لأنه أدرك في لحظة من اللحظات أن الطرف الوحيد الحقيقي الذي سيعبر عن هزيمة المشروع الآخر وسيثبت للسوريين وللتاريخ أن هناك عدواناً على الوطن السوري هي هذه المعارضات بارح أعتقد أحد العالميين السوريين يلي كان ما بدي أتعرض لأنه أنا أنزعج عليه أنا من أول الأحداث وأنا مزعوج عليه وما أحد يزعج مني ولا أحد يشتمني أنا مزعوج عليه لكثير من القضايا لأنه للأسف يا إياد في مثل هذه المعارك إذا ما مسكت عقلك من حين إلى آخر طلعته واتطلعت فيه وفسفسته ورجعت ركبته فأنت قولاً واحداً بدك تضيع فلذلك أنت بحاجة مستمرة حتى تطلع هذا العقل وتحطه أمامك وتتوحص فيه أكثر مما تحكي وتخاطب الناس تتفحص فيه وترجع ترجعه فلذلك أنا أقول بأن الدولة السورية خاضت معركتها لاحظ تركت المعارضة في الشارع واحد حتى الذي شتمها وأبقت عليها وحافظت عليها لأن هذه المعارضات بين قوسين هي التي ستدلل على أن تاريخياً على أن هناك عدواناً على الوطن السوري أنت بالإعلام أنا وياك إذا من ظلم نقول من هون لعشر سنوات أن هناك عدواناً تأكد يا أخي في خارطة الفرز الموجودة ما في لا زيادة ولا نقصان صحيح لن يرجح إلا إذا أحد الطرفين تنازل عن الموقف الذي هو فيه يعني لا أما بقول أنا بكرة خالد العبود لا سمح الله نعم هذا النظام ديكتاتوري طاغي فاشل كذا إلى آخر وهنا وقتل وا 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 يا أما بيطلع حدا من الطرف الآخر بيقول لك الأمريكان ضحكوا علينا والسعودية ضحكت علينا وعطتنا أموال واتقاتلنا بين بعض كذا وا 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 وهناك مؤامرة كبيرة من الذي قال؟ هم يقولون من حين إلى آخر أول أول من فتشها ميشيل كيلو ولن تنتهي بفصل قاسم على فكرة طيب إذا أردنا أن نراقب المشهد الدولي بشكل عام الجميع يتحدث عن قمة هامبورغ واللقاء الذي جمع ترامب ببوتين وبعد هذا اللقاء بدأنا نسمع بانفراجات بدأنا نسمع بتفاؤلات هل فعلا تمت تفاهمات أمريكية روسية حول الملف أو ملف الأزمة في سوريا عندما تتحدث عندما تتحدث عن جامع مشترك في الإقليم السوري بين الأمريكي والروسي فهناك فهناك تفاهمات أو دعني أقول تفاهمات الفرق على الفرق تفاهمات تجي من التوافقات التفق يعني التفق أو أني أتفهمك أتفهمك لماذا أنت الآن مثلا تمسح عرق جبينك بتفهمك بس مو بتفهم أنا وياك مشان أعطيك محرم يتمسح في فرق فأنا أتفهم كروسي الدور الأمريكي الذي يلعبه على مستوى الإقليم كيف ما أنا بعرف أنه جاي ترامب الترامب المغضوب عليه من قبل الداخل الترامب الحكومات الأوروبية التي أدارت له الظهر الترامب الذي قوى إقليمية بشكل أو بآخر كفرته ووضعته في سياقات أخرى بقوم أنا بفهم شوف أتفهم شو بده يعمل ترامب ترامب بده يحاول هذه الأوراق بالنسبة له في المفصل السوري يرفع منه يرفعها أتنين ما أنا بتفهم شو مصلحة الأمريكي عند الإسرائيلي وشو مصلحة الإسرائيلي عند الأمريكي إن شاء الله لما لما الاجتماعي اللي عم تشير له خضرتك على فكرة اجتمعوا ساعتين وعشرين دقيقة لاحظ ما الظن كانوا عم يشربوا شاي وما الظن قالوا إيه والله خلاص يلا ماشي بسوريا لا 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 بالتفاصيل بالتفاصيل وتفتش المكان أكثر من مرة نعم لكن طبيعة تيلرسون وطبيعة ترامب تختلف تماما يعني ترامب وتيلرسون تجار أصحاب روس أموال ممتاز ممتاز يا أياد ما لما بيحضروا يا حبيبي بيحضروا ما بيحضر كل واحد صفته عفوا عفوا بوتين نحن نطلع عليه رياضي لما اجى أول ما اجى كنا شوي يعني شباب نقول هذا شو جابوا هذا مخابرات شو فهموا بالسياسة آه لا لما بتنضلض عن ملفات بين إيديه وبيبلش في هناك مؤسسة ترتب له أولويات هذه الملفات بينتقل من حاله إلى حاله ترامب تاجر وتاجر عقارات وعفوا يعني آسف والأمريكان بيحكوا عنه بيقولوا كذا وكذا ما بدي أنا لكن لما بده يغلق الأباب في أمامه ملفات يا أياد بده يقول له سيدي الرئيس الإسرائيلي يضغط علي بواحد اثنين ثلاثة لاحظ الدول الخليج وضعها كذا 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 في درع الصاروخية أنا مضغوط علي من أوروبا أوروبا بدي يحاول إرشيها بكذا كذا هيك هذه ملفات هو بالأخير نعم بس يطلع بالشارع بيتعرض لأي موقف بيتحول لما هو وصفته أنت لكن عندما يحضر يحضر رئيس دولة ليش بدي أسألك سؤال شو يعني ترامب ولا الملك سلمان لكن لكن الاجتماع الذي حصل كان خالي من الخبراء فقط وزير الخارجية من حضر وزيراء الخارجية صحيح فأنت إذن عم تحكي بالملفات سياسية خارجية وكل وزير خارجية موجود مع ملفاته حتى تيلرسون أيضا هو تاجر طبعا طبعا وليس رجل سياسة أفوا يا إياد يا إياد يا حبيبي مين يلي مو تاجر بالولايات المتحدة الأمريكية إجاب ولم يكن أساسا أساسا جذره في كتلة رأس المال العالمية مو حتى فقط على مستوى الولايات المتحدة الأمريكية أخذ البعض علي من الأخوة وزملاء أنه أنا أتحدث عن رأس مال عالمي يا إخوان هؤلاء يمثلون قوة رأس المال العالمي وليس قوة رأس المال الأمريكي أرجوكم فلذلك فقط للنقطة عندما يحضرون يحضرون بملفات ولا يحضرون بأشخاصهم نعم هناك ملاحظات عديدة على أشخاصهم وووو لكن هم يحضرون بملفات معينة محددة برأيك على ماذا تم التوافق أو التفاهم التفاهم نعم التفاهم باعتقادي حصل على الخليج أو باعتقادي كان يتفهم الروسي الأمريكي في الخليج وفي هذا اللقاء كثير من القضايا ختمت آسف جدا بس بدي أشرح قضية صدر لما لما لا الظن أنه هذا أول لقاء يجمع ترامب مع بوتين لا يعني الأشخاص يعني مؤسسات الدولة لا الاستخبارات التقت شوف إجى بعدها التقت كيف التقت يعني عفوا انتصارعت في ملفات معينة فذهبوا إلى توافقات وين؟ في سوريا هلأ بعدها إجوا وزراء الخارجية وزراء الخارجية ماذا يفعلون وزراء الخارجية وزراء الخارجية ما بيقاتلوا على فكرة ولا وزراء الخارجية أسف الدبلوماسية يعني الدبلوماسية هي السياسة الجميلة يعني ظاهر السياسة الجميلة لكن من الذي تصنع الملفات والإنجازات والاستخبارات الاستخبارات تصرف لك أو تشكل لك ملف في الاقتصاد تشكل لك ملف في السياسة تشكل لك ملف في العسكرة لما بيلتقي الرؤساء بيكونوا عم يختموا على هذه التوافق التفاهمات أو التفاهمات أو الاتفاقيات وبالتالي أنا في تقديري في هذا اللقاء تم حسم قضايا كثيرة على مستوى الإقليمي وعلى مستوى الدولي ملف السوري ضمن هذه القضايا؟ قولاً واحداً قولاً واحداً الملف السوري شوف مؤهم ملف مؤهم ملف أسخن ملف لماذا؟ لأنه بالمشهد الدولي هو الناتئ هو الجامع بين مجموعة من القوى يعني بتشوف الأوروبي فيه بتشوف الإقليمي فيه بتشوف الروسي فيه انت لاحظ أهم أهم ملف يجتمع فيه أكبر عدد من قوى العالم هو الملف السوري خذ اليمن لا اليمن أقل خذ ليبيا ليبيا أقل وين بدك مثلاً؟ خذ البحرين البحرين أقل خذ العراق العراق أقل وهكذا خذ ما يسمى بالملف أهلنا الأكراد على مستوى الإقليم لا أقل الملف الجامع الأساسي لأكبر عدد من مصالح قوى العالم هو الملف السوري لهذا عندما ينتصر الوطن السوري سيصبح من الدول الصاعدة الرئيسية على المستوى الإقليمي والدولي أعطيك بس فقط نقطة واحدة ما أصبح لدى الدولة السورية من داتا معلومات متراكم حول الإرهاب وتفاصيل الإرهاب والتنظيمات الإرهابية وجذر هذه التنظيمات والتعاليم لهذه التنظيمات وما فعلته هذه التنظيمات وما ستفعله هذه التنظيمات وأين يمكن أن ترتد وأين يمكن أن تكبر عند الدولة السورية هذا قوة من هون البعض فهمني خطأا في لحظة من اللحظات عندما تحدثت من الإخبارية ظنه عندما قلت مثل هذا الكلام ظنه آه خالي العبود يقول نحن مسؤولون عن داعش المخابرات السورية شكلت داعش والمخابرات السورية يا أخي لا أنت في شيء صار عندك قريب منك آسف جدا أنا وأنت في هذا الاستوديو أقدر حدا على وصف هذا الاستوديو أنا وأنت أقدر أحد وبالتالي أقدر أحد قادر على فهم طبيعة الذي حصل في سوريا المخابرات التي شغلت من بره أرجو الانتباه المخابرات التي شغلت من بره داعش وجبهة النصر وهذه المجموعات دفعتها وسلحتها لكنها بعد فضل فترة من الزمن لم تستطع الإنمان بها فلذلك تنازلت الولايات المتحدة الأمريكية عن داعش وسمتها بأنها تنظيم إرهابي فلذلك مملكة آد سعود تنازلت عن مجموعات تابعة للإخوان المسلمين في سوريا وسمتها منظمات أو مجموعات مسلحة إرهابية من هنا إذن المعرفة أساسية فالدولة السورية في المرحلة القادمة هي دولة معرفة دولة داتا معلومات تصب فيها أكبر معلومات التي حصلت في عشر سنوات وهذا بيعطيها قوة كبيرة طيب يعني كم مرة تم التوافق أو تم الاتفاق بين موسكو وواشنطن وكم اتفاق تم نقضه من قبل عظيم عظيم واشنطن ما الذي يضمن اليوم طيب أرجو الاتباه السياسيين ما دائما تردوا عليهم هذه معلومة السياسي مثل مثل يشابه كثيرا وآسف يعني يشابه من يدير المعركة معنويا السياسيون يا أخيات بيطلعوا بيصرح لك تصريح انت شو بالظن ما هذا هو موقف انه موقف وهذا هيك صار هيك خلاص هو لا هو يمكن أن يكون هذا التصريح من أجل الذهاب إلى تصريح آخر بعده أو لنقل المعركة إلى مكان آخر مختلف ما دائما ننتبه للتصريح كان كل يوم فيه أوباما يقول لنا تنحي الرئيس بشار الأسد آسف ايه شو يعني كانوا كل يعني شو اللي كان عم يحصل ليه الشيك عم يعمل لو كان واثقا في اللحظة التي يصرح فيها أنه قادر على أن ينحي الرئيس بشار الأسد لم يكن بحاجة لهذا التصريح هذا التصريح كان موجه لأكثر من جهة أولا للداخل الأمريكي لاحظ اثنين لمشغلاته في الميدان الثلاثة لقوى إقليمية حليفة ويستعملوها فيذلك كان من حين إلى آخر ايه ايه بذلوا بسوريا بذلوا يجب أن يتنحى الرئيس بشار الأسد إذن هو هو مو عند هذه الجملة هو عند ما بعد هذه الجملة إذن بدنا ننتبه التوافقات التي تمت بين الروسي والأمريكي من قال لك بأنها توافقات حقيقية أساسية رئيسية أي بالمعنى الموضوع الحقيقي لجهة عنوين اشتباك في الميدان لا أنا في تقديري هي عبارة عن ملء فراغ في لحظة من اللحظات كم مرة مور الأمريكي الأمريكي بيكذب الروسي يقول دائما الشريك الدولي الشريك الدولي الأمريكي طيب هل هو شريك دولي حقيقي الأمريكي لا بجاوبك أفضل ما يجاوبك الروسي بيقول لك لا ليس شريكا حقيقيا لكنني أريده أن يكون شريكا حقيقيا معي إذن التوافقات بنتبه على أنها توافقات سياسية وليس التوافقات موضوعية حقيقية حول عنوين حصلت على مستوى يعني لدى موسكو علم مسبق بأنه قد تتنصل الولايات أو لها احتياطات بأنه قد تتنصل قولا واحدا أخيات ليش بدي أسألك سؤال عفوا آسف لماذا دعمت روسيا حضورها العسكري الإقليمي رغم كانت عم تحكي عن توافقات بينها وبين الولايات المتحدة الأمريكية هذا اللي بيأكد كلامك أنه لا الاحتمال الآخر طيب لماذا تقصف وتستعرض في قصف داعش من بعد آلاف الأميال طيب ليش من مطارح ميميم يعني بتطلع طيارة بتقصف لا هذا استعراض في القوة لمواجهة احتمال آخر يمكن أن تفكر فيه الولايات المتحدة الأمريكية نعم فلذلك في الفترة الأخيرة عندما قالت الولايات المتحدة الأمريكية أو مؤسسات الإدارة قالت بأن هناك شيئا كيميائيا أو سيناريو كيميائي يعد أو تعده الدولة السورية قالت روسيا قالت سنرد بحزم تراجعت الولايات المتحدة الأمريكية إذن روسيا تدرك بأن الولايات المتحدة الأمريكية يمكن أن تذهب إلى خيارات أخرى أنت شو مهمتك في السياسة أنه سكر لك الخيارات سكر لك الخيارات بتقول لي بدي أقصفك أنه نووي بقول لك برد عليك النووي سكرت لك هذا الخيار لاحظ بتقول لي بدي أنا أجيب الأسطول السادس كذا إلى آخر بروح بجيب أنا أسطول آخر يعني سكرت لك هذا الخيار هذه هي المواجهة طيب اليوم كيف يمكن أن نفهم ونقرأ السياسة الأمريكية في الوقت الذي يعني يتحدث فيه ترامب عن شراكة مع موسكو وفتح علاقات إيجابية مع موسكو الداخل الأمريكي كان منذ فترة قريبة يحاكم من يقوم بالاتصالات مع موسكو ويحاكم على العلاقات مع روسيا صح هلا دعنا نفهم أساسية كانت تهمة أن تجلس مع بوتين تماما تماما اتهم ترامب بأنه أعطى شيء لوزير الخارجية ووزير الخارجية أعطى شيء كذا هذه تهمة هذه عفوا من عشرات السنوات لم تحصل فيه البنية السياسية الولايات المتحدة الأمريكية أكثر من ذلك أخيات أنتم تتابعون في الإعلام مثلا شوف هذه الطريقة التي يقابل فيها الزعماء الأوروبيين ترامب وكيف يتعامل معهم بشكل صبياني بشكل استفزازي بشكل هذا كله يدلل على ماذا أولا تذكر يا أخيات عند سقوط الاتحاد السوفيتي صعد أكثر ذهبت الولايات المتحدة الأمريكية الإدارة الأمريكية ذهبت إلى احتمالات مفتوحة وتحدثت في شيء اسم النظام العالمي الجديد وحكمت العالم ووصلت إن لم تصل عفوا يعني بأذرعها النارية وصلت بأذرعها الاقتصادية وصلت بقوتها الناعمة كل 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 الدنيا هلأ في الدخول على سوريا لماذا دائما نقول معركة كونية معركة كونية بفكروا البعض أنه والله يعني حابين يعني بالل أنه والله نحن يعني عمقود معركة كونية يا حبيباتي معركة كونية تخوضها الولايات المتحدة الأمريكية في مواجهة من؟ في مواجهة نتوء واحد على مستوى العالم نتوء واحد هو زعجها هذا النتوء بالضبط هو إيران دمشق بيروت إيران طهران دمشق بيروت هذا كان يزعجها زعجها أكثر أنه هذا الخط ما عم ينكفئ على ذاته مو مثل كوريا الشمالية كوريا الشمالية بتعمل إنجازات في العسكرة بتعمل صواريخ بتجربت الصواريخ لكن كوريا الشمالية منكفئة على ذاتها طلع السيادة الرئيس بشار الأسد وتحدث في نظرية البحار اتذكروا وذهب باتجاه دول البريكس وفتح علاقات جديدة والبعض بيأخذ علينا أننا فتحنا مع تركيا سنعيد ونفتح مع تركيا مو مع نظام أردوغان انتبه لأنه هذه قوة لسورية عندما أنت تصفر علاقاتك السيئة على مستوى الإقليم صفر علاقات سيئة صفر مشاكل على مستوى أي إقليم أي أنت فاعل انتبه الإيراني شو بيساوي بروح لجنوب الولايات المتحدة الأمريكية للقارة الأمريكية الآن في ظل صعود هذا المثلث طهران دمشق بيروت الرئيس الأسد يتحدث عن معادلات جديدة ويفتح باتجاه عنوين جديدة لا مشاكل مع أحد لا مشاكل مع أحد يا أستاذ إياد شو يعني؟ يعني كل المشكلة مع كيان الاحتلال هيك أنا بفهمها بالسياسة هلأ هذا الحجد السياسي الاقتصادي المعنوي المادي جعل من هذه المنطقة هدفاً أساسياً لولايات المتحدة الأمريكية الولايات المتحدة الأمريكية إذا ما قضت على هذا المثلث طهران دمشق بيروت بيكلفها كثير شوف وبيعطل عليها مشاريع كبيرة حتى تكون تتفاجأ وحتى في جنوب القارة الأفريقية لا تستطيع أن تدخل آسيا بشكل حقيقي وبتكلفة قليلة إلا إذا قضت على هذا المثلث ذهبت للقضاء على هذا المثلث فاتت وين فاتت حتى تقضي على هذا المثلث استراتيجياً لأنه تذكروا بالأياب لأولا بيعطى قبل الشهر الرابع ماذا قال أحد المسؤولين بوزارة الخارجية الأمريكية قال إذا أرادت سوريا أن تعود إلى علاقاتها الطبيعية أو حالتها الطبيعية يجب أن تفعل ثلاثة يعني بسيطة ليش عم تقاتلوا كذا وإلى آخر واحد تقطعوا علاقتكم مع المقاومة كانت حماس حتى حتى بعد موجود اه اتنين بتذهبوا في تسوية مع الإسرائيلي لاحظ الثالث تقطع علاقتك مع إيران بسيطين يعني شوف جملة بسيطة يعني صحي اه هلأ ما الذي حصل مع الولايات المتحدة الأمريكية أنها لم تستطع أن تقضي على هذا المثلث على العكس تماما جرها هذا المثلث إلى مواجهة خلق لها دائرة إقليمية في مواجهتها ثم دائرة دولية وسحب الروسي وأعطى الروسي منصة شوف على المستوى الإقليمي وحضور على المستوى الإقليمي ولم يستطع بعدها الأمريكي أن يتدخل بجسده الذاتي نعم الآن بس أنا آسف بثواني وقتي ينفذ ثواني فقط الآن الولايات المتحدة الأمريكية تراجعت الولايات المتحدة الأمريكية لم تستطع أن تقضي على هذا المثلث بالعكس هلأ كل اللي عم تقوم فيها إياد هي عم تفكك اللي حصل وترجع لما كان عليه قبل 2011 صدر كل شكر لك ووقتنا قد انتهى وأشكرك الأستاذ خالد العبود عضو مجلس الشعب كما أشكركم أنتم مشاهدين التغطية مستمرة لآخر الأحداث وتطورات المحادثات السورية السورية في جينيفن نذكر هذا هو اليوم الثاني والآن في هذه اللحظات يعقد الاجتماع الثاني لوفد الجمهورية العربية السورية في اليوم الثاني من المحادثات السورية السورية في جينيفن نترككم على رأس الساعة مع نشرة الأخبار والزمير رائف مرعي أما أنا فلكم كل التحية مني إلى لقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر